نعى الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص الحزن والأسى رئيس الوزراء السابق الدكتور الجليل شريف إسماعيل قائلا إنه كان رجلا فاضلا من خير رجال مصر رجلا تكسد فيه ضمير هذه الأمة وعبر صفحتي رسمية عبر وسائل التوصل الاجتماعي فيسبوك قال رئيس السيسي إن الراحل كان رجلا عظيما بحق تحمل المسؤوليته في أصعب الظروف وأحلك الأوقات وكان على قدر المسؤوليات الصعبة وأضف الرئيس السيسي أنه لم يرى من الراحل العظيم إلى كل تجرد وإخلاص وأمنة ورغبة في العطاء مترفعا عن كل المكاسب لا يبتغي أي شيء إلا مصلحة وطنه وشعبه